السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنكمل كلامنا عن البروداكونر في الفيديو ده هناخد مثال عشان يوضح لنا اكتر دور البروداكونر داخل السكرام تيم المثال ده هيكون عن سفينة تانية بس السفينة المرادة اسمها جري هاوند وده فيلم بطولة النجم توم هانكس كان هو كابتن السفينة او ربان السفينة السفينة دي سفينة حربية كانت فيه مهمة في الحرب العالمية التانية ايام كانت امريكا بتدعم بريطانيا والحلفاء بالبضاقة التجارية والدعم العسكري عن طريق سفين بتطلع من الشغاطئ الامريكية للشغاطئ البريطانية المشكلة كان ان الغواصات الالمانية بتهاجم السفن دي في المحيط وهي ماشية وبيتغرقها فالبحرية الامريكية قارت ان هي تخرج السفن اللي فيها البضاقة والدعم العسكري في صورة قليلا نقول قسطول او قوافل كل كل القافلة هيبقى معها دعم جوي وهيبقى معها كمان قطع بحرية حربية علشان تدعم او علشان تحمي السفن دي وتوصلها بامان لوجهتها فالجري هاوند كانت احدى السفن في الفيلم ده كان فيه 32 سفينة بيدعمهم اربع سفن حربية واحدة منهم وكان فيه تلاتة كمان قطع بحرية بريطانية مع الدعم الجوي فكان الهدف بتاع توم هانكس في الوقت ده او الناس اللي بتدعم القطع البحرية اللي بتدعم الاصطول كان هي توصيل السفن بامان للشواطئ البريطانية كان توم هانكس بيعمل ايه في الفيلم كان يمكن موظم الوقت موجود في الغرفة بتاعة القيادة كان بيتواصل بشكل مستمر مع كل الناس المسؤولين عن تشغيل السفينة سواء المسؤولين عن التوربينات والتشغيل السفينة والدفع السفينة كمان المدافع المختلفة والاتصالات والحاجات اللي تساعده ان هو يشوف مكانه ومكان الاعداء عشان ينسق مع باقي البارتنرز بتوع اللي هو التلات قطع البحرية الحربية البريطانية علشان يحموا الاسطول فكان دايما بيطلع مع الناس اللي هم كانوا مسؤولين ان هم يشوفوا الحاجات بشكل بعنيهم لان كان ساعتها كان سنة 42 ما كانش فيه تقنية تسمح كتير ان هي ترائب الاعداء وترائب وضعك انت في البحر فكان بعض الحاجات لازم تشوفها بعينك فكان هو كمان بيطلع ساعات معهم ويشوف بعينه عشان يشوف وضعه فين أو وضع الاعداء فين ويقدر يأدجست علشان يهفر الحماية اللازمة للسفن كمان كان دايما معه الشخص ده اللي هو مسؤول او حلقة الواصل بينه وبين الفرق المختلفة اللي بيتدير السفينة فكان هو المسؤول عن توصيل رسائل منهم للكابتن او من الكابتن ديهم فعلى طول موجود معاه كمان كان بيتواصل مع التيم المسؤول عن السونر والريدور سيستمز اللي هي بتكتشف الاجسام اللي حواليهم فوق المية وتحت المية وكان دايما برضو بيبص في البورد بتاعته او اللي هو الريدر نفسه عشان يعرف بالزبط وضعه فين أو وضع الاعداء فين كان دايما بتواصل مع الناس بشكل مباشر حتى مع المسؤولين عن السونر عشان يعرف بالزبط وضعه فين ووضع الاعداء فين دايما برضو كان دي احد المشاهد اللي كان فيها بيسمع للتيم بتاعه كان هم اكتشفوا وجود غواصة معينة وكانت على بعد معين وجاله احد افراد الطاقم بتاعه وقالوله احنا ممكن نصيب الغواصة دي من المسافة دي باستخدام مدافع معينة فهو قال له لا مش هينفع لان البحر ساعتها كان في حالة حاجان وبالتالي مش هينفع معظم الزخيرة اللي هنروضها على الغواصة دي هنفقدها وفيه احتمالية ضعيفة ان احنا نصيب الغواصة وخد قرر ان هو لا لازم يروح ويقرب منها علشان يعرف يصبها بدقة كمان لما كان بيطلب دايما باستمرار من الفريق المسؤول عن الريدر سيستم والسونر سيستم ان هو يقولولي المكان فين لان هما كانوا بيشوفوا الغواصة بس لما بتبقى عند على مسافة معينة من تحت المياه لكن لما بتنزل تحت ما بيعرفوش فكان ساعات كانت الغواصات تطلع تاخد حواء او اكسجين وبعدين تنزل تاني فما بيعرفوش مكانها فين هو كان بيقولولهم حددولي مكانها فين لو هي مشت بسرعة كذا فكانوا هما بيعملوا حساباتهم بيرجعوا ليقولوا اه هي موجودة في المكان الفلاني عند الزاوية الفلانية وبالتالي هو يعرف يوجه السفينة سواء يمين او شماع علشان يعرف فعلا يضرب او يصيب الغواصة دي في بعض الوقات كان هو خد قرار حتى يمكن يعني فضل يسأل الناس واعدين هو خد قرار غريب قوي وبدل المفروض الناس متوقع ان هو يتجه يسارا ورا الغواصة كده خد قرار ان هو لا يمشي يمشي مين اه كان الهدف بتاعه ان هو يلف ويقابل تاني السفينة الغواصة علشان اه يضربها وفعلا ده كان القرار الصحيح ساعتها اه ومش بالضرورة يكون دايما قرارات البروداكورنر صحيحة في بعض المواقف مسلا ممكن احنا شغالين في بناخد قرارات بناءا على البيانات او بناءا على المعلومات المتوفرة لنا في الوقت ده لكن مش بالضرورة تكون في النهاية النتيجة دايما بوزيتيف ممكن تكون حاجات نيجاتيف فانا ده قبل ان ده جزء من الكمبليكس برودف ديفيلوبمنت او الكسوبتوريشن للبروداكورنر اللي احنا شغالين عليه اه في احد المشاهد كان اه اوبريتور للسونر اه الغواصات الالمانية كانت عندها وسيلة للالهاء ان هو كان بيطلق باسم كده هو ماشي بيعود يلف اه بيسيموليت او بيحاكي حركة المحركات والمراوح بتاعة الغواصة وبالتالي اه اي اوبريتور قاعد على السونر سيستم بيكتشف بيحس ان هنا في غواصة فعلا في حين هي مجرد بس حاجة القطها الغواصة الالمانية عشان تعمل الهاء اه فالاوبريتور قال ان هو فعلا حاليا الجسم ده موجود في المكان الفلاني وفي غواصة موجودة في المكان الفلانية اه راحوا عندها واطلقوا اه كمية زخائر كبيرة علشان يدمروها وفي الاخر اكتشفوا ان هي السبتة في مكانها والاوبريتور قال له سيد حني ده دي وسيلة الهاء هو كان سمع عنها قبل كده وسواضح ان هي فعلا وسيلة الهاء ان هي ما حصلش اي حاجة بعد القزائف اللي احنا رميناها عليها ولا شايفين اي اثار لتفجر لجسم القواصة اللي احنا اصبناها او اللي هو الكابتن توم هانكس كان دايما بياخد قرارات ساعات اه على حسب اه كل المعلومات اللي بتيجي عنده يقول لهم امشي في زجزاج امشي زجزاج يعني يمشي بالشكل ده ده شكل يوضح ازاي السفينة تمشي في زجزاج بشكل بخطوط متعرجة كده لان السفينة اه هو شايف ان في حواليها غواصات ممكن تصيبها الغواصة تحت المية والغواصة كانت كبيرة اليوبوت دي الالمانية كانت كبيرة طويلة فسعب ان هي تتحرك بشكل الزجزاج دي وبالتالي اه صعب ان هي تتعقب اي سفينة فالمشي في الخطوط الملتوية دية او المتعرجة دية بيساعد السفينة ان هي فعلا تهرب من اي اي غواصة بتتعقبها. اه كمان احد القرارات اللي اخدها كبروداك اونر انه هو فيه سفينة اصيبت وبالتالي بدأت المية تتسرب لجسم السفينة اه اللوم حاولوا تعالجوا الاصابة دية وحاولوا فعلا تسدوا المكان ده علشان المية بتسربش اكتر ليه السفينة ونشوف اذا كان ممكن نصرف بيها ونوصل بيها للوجهة بتاعتنا او لا حاولوا بس الاسف ما نفعش والمية تسربت والسفينة مالت بدرجة معنا وبالتالي خد قرر ان هو اخلوا السفينة واسبوها بقى ايه تغرأ اه ونكمل احنا رحلتنا اه ده اظن ده typical product owner اه بفضل ينسق مع كل الاطراف علشان يحقق الهدف بتاعه ده المسال لو كنت حبيت اه اضربه بس عشان اوضح الصورة ليه product owner داخل scrum team اتمنى نكون مفيد شكرا ليكم وشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية.